اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ان البحرين تواصلوا نهجها في توطيد علاقاتها ثنائية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات بما يحقق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مشيرا سموه الى ان افتتاح سفارة مملكة البحرين في الجمهورية الايطالية الصديقة سيسهم في مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات مع الدول الشقيقة والصديقة على كافة الصعد لتحقيق المزيد من التطلعات المشهودة بما يعود بالخير والنفع على الجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة الوفد الرسمي المرافقي لسموه كل من سعادة الدكتور احمد بن سالم بعمر عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الجمهورية الايطالية وصاحب السموه الملكي الامير فيصل بن سطان بن عبدالعزيزة لسعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الجمهورية الايطالية وسعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى الجمهورية الايطالية وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه الى الجمهورية الايطالية الصديقة حيث نوه سموه بما تتميز به علاقات مملكة البحرين مع الدول الاشقاء بناء على المواقف الثابتة على مر التاريخ وحرص المملكة الدائم على تعزيز التعاون المشرك بما يفتح مزيدا من الفرص في مسار العلاقات الوثيقة التي ستعود بالخير والنماء على الدول ومواطنيها وقد حمل سموه حفظه الله اصحاب السمو والسعادة السفرى بنقل تحياته الى اصحاب الجلالة والسمو قادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة حفظهم الله وتمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم بمزيد من النماء والزهارة من جانبهم اعرب اصحاب السمو والسعادة سفراء الدول الشقيقة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على حرصه الدائم على تعزيز التعاون بين البحرين ودولهم الشقيقة منوهنا بما تتمتع به العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين بدولهم من تميز على جميع الاصعدة ترجمة نانسي قنقر